يمكن مشاركة محتويات دفتر العناوين الخاص بالمستخدم مع أشخاص آخرين وذلك من خلال النقر على شريط التنقل ثم اختيار مجلدات بعد ذلك يتم النقر بزر الفأرة الأيمن فوق مجلد جهات الاتصال أو Contacts ثم اختيار مشاركة ثم مشاركة جهات الاتصال تظهر نافذة دعوة المشاركة ويتم فيها تحديد عنوان البريد الإلكتروني للشخص المطلوب مشاركة جهات الاتصال معه الخيار الأول طلب الإذن بعرض مجلد جهات الاتصال الخاص بالمستلم وتعني أن يرسل أيضا للمستلم طلب بمشاركة جهات الاتصال لديه أما الخيار الثاني السماح للمستلم بعرض مجلد جهات الاتصال ويعني مشاركته جهات الاتصال الموجودة لدى المستخدم يمكن تحديد هذا الخيار في حال الرغبة بمشاركة جميع جهات الاتصال لدى المستخدم مع هذا الشخص وبعد ذلك يتم النقر على إرسال